عمر كمال عبد الواحد النهاردة كظاهير أيمن كان مدهش ورائع أحمد فتوح كان رائع حجازي رائع كالعادة محمد عبد المنعم مفاجئة مفاجئة كيروش اللي جربه في البطولة العربية والناس انتقضيته ولما شاركوا في كاس الأمم الأفريقية قالك فين محمود علاء الخبرة مع كامل الاحترام محمود علاء لعب أيضا مميز محمد عبد المنعم كان راجل في أرض الملعب وهو بيدافع وهو رايح يشوت ضربة الترجيح وهو لسه صغير في السن ويشيل مسئولية كبيرة زي دي كان رائع بكل المقاييس حمد فتحي سوبر عمر السلية رائع النيني النيني واحد غيره كان بطل كورة من كتر الهجوم والانتقاض وأحيانا أو في أحيان كثيرة يعني السخرية من النيني عمل مباراة تاريخية مباراة كده بصيغة باتريك فييرا مباراة كده بصيغة مكاليلي مباراة بصيغة انجولو كانتي مباراة بصيغة الكبار دول في العالم في العالم أنا مش ببالغ النهاردة محمد النيني عمل معدلات جاري مدهش أنا أعتقد يعني مش أقل من 15 كيلو جريه من النهاردة محمد النيني مش أقل ممكن يبقى أكتر هجوم هتلاقيه موجود ارتداد دفاعي سريع جدا هتلاقيه موجود تغطية على الباك رايت موجود تغطية على الباك ليفت موجود تغطية على محمد صلاح موجود في كل حتة في الملعب النهاردة كان محمد النيني رائع ومدهش وبقول لكم والله واحد غيره كان بطل كورة من كتر ما كل الناس أو معظم الناس يعني دايما تقلل من دور وإمكانيات محمد النيني النهاردة أفضل لاعب في المباراة عن كل استحقاك وجدارة هذا اللاعب العظيم هذا اللاعب الرائع فيه ناس يألو لك أن محمد النيني تهرب من ضربة الترجيح لا يا راجل لا بجده الله يا محمد النيني اللي عمل المباراة جبيلة كده هيتهرب من ضربة الترجيح وهمش معاك ممكن يكون هو شايف نفسه مش جاهز أن يشوتها ده بيحصل في العالم كله لو بتيجي تختار اللعيبة اللي هتشوت ضربات الترجيح بعد كل نهاية مباراة بتيجي المدرب أو الكابتن يقول مين اللي هشوت يا جماعة ضربة الترجيح يقول لا أنا مش هقدر فيه فران يقولك لا أنا مش جاهز أنا نفسيا مش قادر ده بيحصل فيها حتى في الدنيا لو فرضا أن محمد النيني عمل كده من حقه بالعكس ده لو محمد النيني مش واصل أنه هيقدر يسجل أو هيقدر يلعب ضربة الترجيح وقال لا أنا مش هشوت يبقى ده راجل أو ده موقف يحترم من محمد النيني ده لو حصل يعني بس طبعا فيه ناس بتحاول تمسك في حاجات صغيرة حط على جنب